من عفرين في حلب معنا يمان السيد مراسل أوريانت نيوز أهلا بك يمان ماذا لديك من تفاصيل حول هذه السلسلة من عمليات الاعتقال التي قامت بها الميليشيات الطائفية بحق عوائل بأكملها حقيقة في ريف دمشق نعم وسامعني كان الأمر يتعلق باعتقال الشبان العائدين من تركيا عبر إجرائهم للتسوية ومن ثم طبعا يتم اعتقالهم ويبقى طبعا مصيرهم مجهول هذه المرة طبعا ميليشيا أسد تعتقل عائلات بأكملها طبعا آخر عائلة قد حصلت على بطاقات التسوية وأيضا عادت من السعودية إلى مدينة التل وبعد عدة ساعات تمت مداهمة المنزل واعتقال العائلة بشكل كامل حقيقة لم يصلنا أعداد الأفراد ولكن بحسب شهود عيان في داخل مدينة التل نتحدث أن العائلة مكونة أكثر من عشرة أشخاص بين رجال ونساء وأطفال أيضا بيت آخر تم اعتقال عائلة كاملة أيضا في مدينة التل ولكن هذه العائلة لم تكن عائدة من أي منطقة وإنما كانت هي مقيمة داخل مدينة التل وتم اعتقالهم بأكملهم مع العلم أنهم أيضا كانوا يحملون بطاقة التسوية حتى أن هذا الأمر بات يشكل خوف كبير لدى جميع الأهالي القاطنين في المناطق التي هجرت بيليشيا أسد الطائفية سكانها منها وسيطرت عليها في اتفاقيات التهجير الأخيرة من من يمتلكون أو لا يمتلكون بطاقة التسوية بات طبعا هذا الأمر يخوفهم بشكل كبير طبعا العائلة بحسب أيضا ما وصلنا أنه تم اعتقالها على اعتبار أنها لديها تواصل مع قائد سابق في الجيش الحر كان في مدينة التل وهو الآن في الشمال السوري وهذه التهمة باتت تستخدمها ميليشيا أسد بشكل كبير أيضا عائلة أخرى هددت ميليشيا أسد الطائفية بقتلهم بشكل كامل وقتل جميع أفراد العائلة اللي لم يسلموا اثنين من المطلوبين لميليشيا أسد الطائفية طبعا هم ربما على صلة قرابة بهذين الشابين الذين غير موجودين حتى في مدينة التل ولكن ميليشيا أسد باتت تضغط بشكل كبير على الأشخاص داخل مدينة التل وغير أيضا مدينة التل من أجل تسليم الشبان أو إقناعهم بالعودة وهذا حقيقة يعني حصل وسام بعودة عدد من الشبان نتيجة إما الضغط على ذويهم داخل هذه المناطق أو حتى ترغيبهم من قبل أهاليهم طبعا بضغط من ميليشيا أسد بأن الأوضاع عادت على ما كانت عليه في السابق وحين وصولهم إلى مناطقهم يتم اعتقالهم بشكل مباشر نعم شكرا لك يمان السيد مراسل أورينت نيوز كنت معنا مباشرة من مدينة عفرين في حلب شكرا لك